اشتركوا في القناة سنرى المغناطيس الذي موجود عندنا كدائرة الموجودة في الخلف وهنا هذا المغناطيس هنا الدائرة عشان تمسك الجهاز تفرها وهنا عشان يمسك معك القطع انه لا يفتر بسرعة فيمسكها بالقطع الخلفية طيب أغلفة أبر والآيفونات الجديدة فيهم نفس المغناطيس لو نضعها كده نفس اللي في الآيفون فلو تركب القطع هذي ستشوف الاشعار اللي يجيك بالحركة على لون الغلاف برضو ركبنا فالآن إذا عندك المكسيف تقدر تركبها هنا برضو تكلمنا عن المكسيف وصولناها ريفيو رح نسوي ريفيو برضو قدام أفضل عنها هذه الحركة الآن بالوالت هذه الوالت لو نظرها هذه هنا البيبر والأشياء ما رحكي استخدمها هنا هذه الوالت جلد ممتازة جدا يعني الكواليتي حقها لا تتوقع الكواليتي من شركات العادية لا الكواليتي من أبل فممتازة جدا فمثل ما نشوف ممتازة مثل ما تشاهدون الفيديو فيه ألوان كثيرة فأنت بكيف تسوي ماتش لحق جهازك اللون اللي تبيه أبل تقول لك أن حدك تركب تقريبا بطاقتين أنا بالنسبة لي أوكي شي حلو لكن أبل متوجهين حقشنه مثل البداية حطيته أبل بيه في الجوال طيب نحن ننتقل لحين البطاقة كل شي تكون في الجوال أنا بالنسبة لي التطور أن الرخصة حقتك أن بطاقة الأحوال حقتك تكون في الجوال الجواز حقك تكون في الجوال بعض الدول اللي يسويونها الآن تنزلين له بوك لكن هذا ما توقع أنه في دول الخليج سينفع خصوصا أنه عندنا الرخصة الحالها بطاقة الأحوال الحالها وبطاقة الصراف 23 فمشوار هنا في أمريكا أوكي ينفع الرخصة وبطاقة الأحوال هي واحدة تقدر تحط بطاقة بانك ثانية بس تكفي معاك لأن أكثر الأشخاص هنا بانك واحد مثلا أن يستخدمون فإذا حطت بطايق مثل ما نشوف قبل حط قطعة هنا تعلمك كيف تطلع البطايق تسحبها تطلع البطايق كذا تسحبها معاك وهذا الطريقة وكيف تركب معاك وكل شيء طبعا القطعة هذه فيها ميغنت هنا نفس الحركة اللي موجود في الجوال مثل ما نشوف الدائرة علشان تمسك على الجوال أو تمسك على الغلاف اللي بيمسك على الجوال نفس الطريقة فلو بركبها الغلاف وشوفوا كيف الأفكت اللي يطلعها والتأثير شوفوا كت شوفوا كت خلاص شوفوا كيف بسهولة بس تقربها خلاص مسكت بيطلع لك التأثير فما هي بديك القوة أو شيء خلاص تقربها وهو كميغنت بس تقربها دامسكن لك طيب هل تنفصل بسرعة هذا من أول واحدة هذا اه اوكي بدينا جبت العيد جبت الخط مراح يروح ننه جلد اوكي وخط بضفري سويتها مش صعبة ان شاء الله ولا بسهلة ان شاء الله يعني متوسطة هي لازم تكون بين البين يعني لو يخلونها إذا مسكت صعبة ان شاء الله فهذا يعتبر شيء سلبي لأنه أكثر الوقات عندما يطلع بطايق لازم أشيلها تصير صعبة عليها لازم أشيلها وفرها كذا او بشحن الجوال بالميغنت لازم أشيلها ولو كانت سهلة برضو مشكلة ان لو تطيح ونشوف معاكم ما تطيح لكن تقدر فصلها كذا فهي بين الاثنين لازم تكون بين الاثنين لو نشوف البطايق لو نركبها معاكم حاولنا ما نطلع بطايق الصراف لكن نفس الحجم يعني فبحط معاكم بطايق الحسابات اللي عندي هنا فبطاقة الحق مجمع بطاقة بنك وبطاقة الجامع عندي ثلاثة بطايق أضعها كذا شفت الحركة؟ طارت لأن الأصل كنا نفصلها سوف نركبها بالمهم كذا حلو ثلاثة بطايق وامتازة تفتر تريد أن تطلع بطاقة حلو ليس صعبة لكن تطلعتها بطاقتين والثالثة تسحب مرة ثانية وتطلعهم كذا لو نضع بطاقة ثالثة هل راح يكفي ولا لا لكن لما نشوف أضع بطاقة رابعة؟ لا صعبة يمكن يتمدد معك مع الفترة صح يتمدد بأنها جلد لكن بالنسبة لي المكسيموم ثلاثة وأبل قالت أصلا المكسيموم ثلاثة فتقدر تمشي بطاقة وتضع البطايق وتضع البطايق والمتش بكيفك الألوان التي تبيها تدفع تفصلها تفتر تظلع الشيء التي تبيها وترجع وتركبها مرة ثانية هذا حلوة هنا كده تقدر تركبها بدون القلاف مثل ما قلت لك تقدر تركبها على طول وعلى الجهاز نفسه يطلع لك الأفكت نفسه والتأثير فهذه ماسكة عندك تقدر تسحبها وتتفصلها فممتاز حلوة الألوان الموجودة ممتازة وبينها جلد فمع الوقت يتغير اللون معروف الجلد فهذه القطعة وهذه كل شيء القطعة قمتها تغريباً بستين دولار غالية غالية لكن إذا تبيها تبيها ما تبيها ما يحتاج تشتريها يعني مش شيء مهم قبل ما جبرتك أنك تشتريها فما أتمنى أي شخص يقول أنها غالية لأنها مو هي شيء مهم فهذه القطعة مثل ما قلت لكم فيها عزل داخلي عزل عن أي مشاكل يعني لا تتوقع أنك تضعهم في مقنيت ستتأثر على البطائق البطائق نفسهم وخصوصا بطائق البنك لا تقربهم من الجوال بدون ما تضعهم داخل لأن هنا كان داخل فيهم عزل لا تقربهم من الجوال لكي لا يتفرمت مثلا خصوصا بطائق الغرف في الفنادق لا تقربهم منها لكي لا تتفرمت وبطائق البنوك أيضا في السيفساد تتقربوا هنا إذا أضعتهم هنا لا يكون عزل فممتاز هنا معزولين يكونوا ففي نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في الغناة واشتراك في حسابي سنابتشات تشرف بضبطكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فضل دعاكم والسلام عليكم